اللي سجلها في مسيرته الاحترافية الحمد لله بنقدر ان احنا نجيب لحضراتكم مدخلات مميزة جدا بشكر عليها بصراحة كل طاقم العمل اللي موجود الأستاذ محسن وعمر البنوبي ولسا مكملين مع حضراتكم في مدخلاتنا المميزة مع نجوم مختلفة عالمية معانا الحكم الدولي المميز الحكم أورس ماير الحكم لقاءات كتيرة جدا هنتكلم عليه لكنه نحن على التلفؤم مسير أورس كيف حالك؟ مرحبا صحيح صحيح على الهلي شكرا أستمع الان Billy Mayer أخبرني أن أعرف حيث أن أعرف شخصة لعظة المينزية العمد للعامات المثالة العامل أعتقد أن يفعلوا بساك؟ أعتقد أن أفعاد المثالة العمد للعامل مشاركة العامل وشاهدنا العامل أعتقد أنه كان جيداً، ليس من جميعاً، ولكن من جميعاً، ولكن من جميعاً. أعتقد أنه يمكننا أن نتعلم عن جميعاً. سألت سألت أورس ماير الحكم الدولي السويسري الشهير عن رأيه في التحكيم بشكل عام. قال لي بشكل عام التحكيم جيد، بالنسبة كبيرة المستوى كويس، لكن سأسأله للسؤال الثاني عن تقنية ألفار. سألت سألت أورس ماير الحكم الدولي السويسري الشهير عن تقنية أخرى؟ أعتقد أنه كان هناك أخرى، ليس في كل جميعاً. لأنه، لقد كانت كبيرة في التحكيم، لدينا بشكل عام. لقد كانت أكثر من المساعدة لأنه كان هناك من المساعدة. ومساعدة المساعدة لا يجب أن تقنية المساعدة. ومتحدث في التحكيم، لا يعمل. لا يعمل. فلن تكون مجددا؟ ألا تكون مجدداً؟ ألا تكون مجدداً؟ لا. في بعض الأحيانهم يساعدون المجدس لكن في أخرى المجدسات لا يساعدون المجدس لدينا أو ثلاثة مجدداً مع المجدسات المجدس يجعل المجدس وإن يجعل المجدس أيضاً في الملجمسات لجمال أكثر من المجدسات وإن ساعدته لا يتم على هذا самые من المجدسات أيضاً مجرد في الأوقات لعبادة كفى بردين لدينا أقصد الإبت清楚 وقت تغييرا لا يعمل لذلك نعمة إذن مجدسات لكننا في هذا الرtt ما في هذا الم things سألت على تقنية الفار هل انت راضي عنها ولا لا وهل هي مفيدة لبعض المنتخبات والفرق والمضرة لبعض المنتخبات والفرق قال لي في بعض الاوقات بتنفع وبعض الفرق فعلا بتضروا على سبيل مثال اتكلم على مباراة سويسرا وسربيا ان كان فيه دور بالجزاء واضحة جدا للمنتخب السربي وان تقنية الفار لم تعمل ايضا في مبارايات تانية زي مباراة امبارح حصل فيها رقل الجزاء والفار لم تحتسبها وبالتالي هسأل السؤال التاني مصيما جيدك Two Think that the referee from between himself after after he going to see the war and on the plasma Do you think that after he saved penalty or not and he go check it ... موسيقى موسيقى أسبب collecting موسيقى 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 وينما يرى، أنه كان كان مدي كناanch事 و كان المنطقة في المجد في المقارن، لا كان غير كنا، لذلك كان لديك كنافس. لكنها أعطاً، أنه يرى مدى كناسب انه هو مدد وأنه الغراري يريده في المقارن المنطقة وقالن مدده أجل، فهل يفعل هذا. بينهما يقولون أنه لا أسأل أنه لا أسأل ثم أقول أنه لا أسأل أمثلاً لا أعرف إذا كانت صحة أو صحة أعتقد أن السفق الأولى أن يكون الوحيد على المثال هي الشفف يجب أن يكون المطلوبة إذا لم يكون هذا المطلوبة يجب أن يذهب إلى المكان سألته طبعا على قرار الحكم لما بيأخذ ركل الجزاء بقوله بحيث في بعض الأوقات أن الحكم لما بيروح يبص على الشاشة هو أخذ قرار كده كده الفار مش بيغيره فقال لي طبعا يعني في الأول وفي الآخر ده قرار الحكم فهو اللي بيكون مسؤول عنه سيد ميروح، هناك أيضا رفري كابتان جهد غريشة كان رفري في أغنالي وانما في المنزل المنزل هل ترونه أو تعتقد أنه قرار حقا؟ أعتقد أنه قرار حقا أعتقد أنه قرار حقا كانت أحد الأمر في الأول وفي الزرق أعتقد أنه قرار حقا في هذا الموقع وفي هذا الموقع يجب أن يساعده في هذا الموقع لكنه لا يساعده وفي هذا الموقع يجب أن يساعده في هذا الموقع والكام 2002 وفي سميفانال نعم 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 2002 هناك 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 مجددا مجددا كانت مجددا مجددا مع نويل في الأولى حلقة لم أجد مجددا كانت مجددا ثم مجددا أعطي مجددا في العالم لكن هذا الوقت في العالم لأعطي مجددا أعطي مجددا لأنه مجددا ولم يتغير هذا مجددا أننا نعم مجددا لأنه مجددا من المنزل يجب أن يكون هناك من خطوة تباوية سيد أورسمايل شكراً لك على وقتك و بالطبع أن نتعلم بك في الاهلي تي فيي شكراً لك سيد أورسمايل الحكم الدولي السويسري الحكم طبعاً قبل نهائي في ألمانيا وكوريا الجنوبية في 2002 وتكلمت معاه على آخر سؤال أحكيه عن ذكرياتك في المباراة القبل النهائية اللي حكمت ليها منتخب ألمانيا وكوريا قالت ديت بلك كارت أصفر واعتحرم من المشاركة في المباراة النهائية وبالتالي خلاص بعد كده غيروا القانون أن أي لعب بيصعد لدور النهائي أو قبل النهائي ومعه إنذار قبل كده بيتم إعفاءه من الإنذار كده يعني كنا محض لكم في الأخبار